صحيح البخاري أبرز كتب الحديث النبوي عند المسلمين السنة صنفه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وانتقى أحاديثه من 600 ألف حديث جمعها وصنفها على أبواب تركي الحمد كاتب وروائي سعودي وأكاديمي سابق لديه عدد من المؤلفات وناشط بتقديم أرائه على تويتر تعرض في تغريدته الأخيرة لقضية الغضب من الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد وكان له رأي فيما يحدث قبل أن ننتقد تقول التغريدة طبعا قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم عليه السلام علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات وأولها صحيح البخاري ومن خلال هذا الكتاب ومقارنته بالقرآن الكريم أجد أنه يتناقض معه تماما فانهالت ردود الفعل والانتقادات على الحمد تصدر هاشتاغ تركي الحمد يسيئ للبخاري هذا الهاشتاغ عليه كان أكثر من 100 ألف تغريدة تقريبا في ترند السعودي أول المغردين كان الداعي السعودي عادل الكلباني إمام الحرم المكي سابقا ويقول في تغريداته يتناقض معه تماما هل هي دعوة لدين جديد؟ محمد الهاشمي الحامد يقول ينص النظام الأساسي للسعوديان القرآن والسنة هما دستور البلاد وصحيح البخاري هو أوثق وأول مصدر للسنة بشهادة أجيال متعاقبة من علماء الحديث المسلمين منذ أكثر من ألف عام الناس ينظرون إليك ككاتب محسوب على السلطة ومقرب منها وأنا أستبعد جدا أن يرضى الملك سلمان بكلامك مختار الشنقيطي مختار الشنقيطي يقول مفهوم الحرية في السعودية الجديدة تستطيع التطول على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لكنك لا تستطيع نقد محمد بن سلمان وتستطيع الطعن في صحيح البخاري لكنك لا تستطيع نقد رؤية 2030 في المقابل دشنت الإعلامية السعودية نادين البدير هاشتاج بعنوان القطيع يسيء لتركي الحمد حيث خاطبت منتقدي الحمد بقولها كم يسهل عليكم التطاول على كبار المثقفين وأصحاب الفكر الحر والنقي دعوا المفكر وشأنه دعوه يبدع ولا تشغلوه وأتمنى أن لا يضيع تركي الحمد وقته بقراءتكم هناك طبعا من رد عليها على الإعلامية السعودية هيفاء الغامد تقول إذا كنت تعتبرين تطاول تركي الحمد على الإمام البخاري إبداعا وألحقته بقائمة المثقفين المبدعين وأصبحت أنت الحكم فأرجو من وزارة الثقافة والإعلام إعادة ترتيب أوراقها في اختيار المثقفين في هذا الوطن الذي يعج بالنزهاء منهم والحمد ليس منهم سهل يقول سهل في هذه التغريدة الشيخ تركي حفظه الله مفكر مسلم ومن العلماء الأجلاء الذين نذروا أنفسهم في خدمة الإنسانية ونشر العلم والوعي الفكري كلامه محل خلاف ولكن يبقى رأي له أهمية وكامل الاحترام هذه ليست المرة الأولى التي يغرد فيها تركي الحمد بما يفتح شهية الرد فكان قد غرد في صيف الماضي عن التطبيع مع إسرائيل وقال ببساطة فلسطين ليست قضيتي هذه التغريدة تحولت وقتها إلى هاشتاج وخلقت جدلا واسعا بين مؤيدين ومعارضين شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر